اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على السادة المشاهدين نوفر على السادة المشاهدين ازاي برضو يوفروا في رمضان عاملي عبدالله الحمد لله تمام بحاجة الله ايه الأخبار تمام الحمد لله دلوقتي احنا في رمضان ودخلين على رمضان ودخلين على مواسم واللحوم بترتفع وظروف برضو الاقتصادية مع الناس وظروفها صعبة شوية فعايزين ربنا عن الناس ربنا عن الناس طب انا دلوقتي لو لو عايزين نخلي الناس توفر في اللحوم يعني الناس لو عايزة تشتري اللحمة تشتري العجل ازاي تشتري اللحمة البلدي تشتريها ازاي بداية كده احنا لما بتيجي تختار العجل تختار طبعا العجل اللونه احمر او اللونسويد دا البلدي بتاعنا بنختار العجل القصير العجل اللي مالوش بطن اللي فاخديته تطخينها اللي ارقابته تطخينها عشان يبقى مليان لحم تبش معني Anyone الأحمر والكسويد يا عبدالله ما هو الأحمر والكسويد دول البلدي بتاعنا البلدي البيور بتاعنا طيب مش الهاجين مش المخلط مش الكلام دا طب هم هو العجل الهاجين المخلط ده مش طالما أكل العلفة بتاعتنا البلد بتاعتنا وهي دي البلد بس دي ثقافة الناس ممكن بتختلف ان هي عايزة بتبقى عايزة تختار مثلا اللونه أحمر او اللونه أسود مع ان اللونه أبيض في سود ده بلدي برضو بس هاجين من زمانه هو موجود عندنا هنا في مصر مولود في مصر وبياكل في مصر ومعلود في مصر زيه زي اللونه أحمر زي اللونه أسود طيب أنا كعميل أنا لو دخلت عندك في الجزارة وعايزة اشتري مثلا وعايزة اشتري لحمة بس أنا برضو عايزة اوفر يعني أنا مش يعني أنا جاي معاك وعايزة اشتري بس عايزة اوفر برضو عايزة استفيد من كل حاجة يعني عايزة اخب كتعة اللحمة عايزة اطلع منها كل حاجة وما روحش عند جزار يقول لي مثلا كيلو اللحمة 170 جنيه و180 جنيه و160 جنيه طب لو أنا عايزة اخش ادخل عند جزار كده واخد منه مثلا قطعة سليمة ممكن أخدها بسعر حنان شوية وأنا أطلع منها كل حاجة طبعا ممكن أختار إيه مثل ممكن تختاره الشفاق ده مثلا ماشي ممكن تخبره السليم على بعضه بحوالي 130 جنيه أو 140 جنيه السليم زي ما بتطلع منه الستيك بتاعك بتطلع منه الاسكلوب بتطلع منه كباب الحلة ممكن الترويق بيطال بتطلع منه تعملوا لحمة وفروما تعملوا حوابشي كون نعملوا كفتة كفتة بسعر قليل وخدت كل حاجة جميل يا عبدالله طيب طبعا عندنا في المحل طبعا محلتنا طبعا في الشيخ زايد وإن شاء الله برضو هنفتحنا في حديقة الهرام طيب انت عارف ان احنا برضو عملنا حاجة في زمن الكورونا اللي احنا فيها دي كده سجوء المناعة طيب يعني ايه سجوء ورفع المناعة ده تحب تشرحها انت ولا شرحها اختراعك انت طيب يعني الناس كلها في الظروف اللي احنا فيها دي كده في الظروف الازمة اللي احنا فيها دي كل الناس بتدور على مواد رفع المناعة مش لقياها بتدور على مادة الزنك مش لقياها بتدور على فيتامين سي بيروحوا الحاجات دي بيروحوا الصيدليات بيلوها يا اما سعرها ارتفع يا مش موجودة طب احنا ممكن طب الحاجات دي اصلا هي كيمويات طب طب الحاجات دي الاصل بتاعها في الطبيعة طبيعة فيها طيب إحنا لو وجدنا لو جبنا الحاجات دي من الطبيعة وفرنا على السادة المشاهدين ودنا لهم حاجات طبيعية كويسة طيب لما نجي نقول مادة الزنك لو إحنا حبينا نطلحها من اللحوم هنطلحها من إيه؟ من اللحوم الحمر يبقى مادة الزنك بنتلحها من اللحمة الحمر الصافي يبقى إحنا برضو جبنا قطعة اللحمة الحمر الصافي وجدناها طيب لما هندور على مواد رفع المناعة هنجيب إيه؟ خضرات لا هنجيب التوم التوم دي أول حاجة التوم في مواد رفع المناعة دي التوم وعندك الكاري وعندك الكركم وعندك الزنجبيل وعندك حبة البركة كل المكونات دي دي هي مواد رفع المناعة طيب لما نجي نقول فيتامين سي فيتامين سي ده في الفيل في البأنواعه فإحنا برضو لو جبنا اللحم الحمر الصافي مع المكونات اللي احنا قلناها كلها دي كلها التوم والكاري والكركم الزنجبيل وحبة البركة بس بنسب معينة والفلفل بأنواعه اللي هو الفيتامين سي وعملناها في اللحمة وديناها للعميل كأنه سجق يبقى كده احنا برضو ادينا للناس لحمة يكلوها لحمة طبيعية كويسة وفي نفس الوقت اخدوا فيها كل الفيتامين سيكلة كل الفيتامينات كلها ده انت بتعمله عندك في المحلي عبدالله طبعا طبعا احنا تشارنا بيبار حاج يعني احنا النهاردة برضو بنقول لأستاذ المشاهدين كل صح اختار صح كل لص كيلو مضمون وتاكلوا احسن ما تجيب كيلو وما تعرفش تاكلوا روح عند الجزار الصح بص للختم بص للختم بتاع اللحمة اللحمة فيها انواع كتير قوي فيه اللحم البلدي بتاعنا فيه انواع اللحمة بتاعنا كتير يا عبدالله ممكن تقول لنا عنواع اللحمة عشان برضو السادة مشاهدين برضو يعرفوا انواع اللحوم ايه و ايه عشان برضو فيه ناس مش عارفة غير اللحمة بس وخلاص فيه كذا نوع اللحم في كزا نوع لحمة والموضوع اختلف دلوقتي ان بقى اللحمة المستوردة بقت موجودة وفرش يعني بتبقى مبوحة دبحة اليوم ومختومة حمراء وكل حاجة برازيلي بقى على أنجوس شمال وجنوب من البرازيل كل دا بقى موجود حالياً دلوقتي في مصر وبيتدبي حادي وفرش بس هي اللحمة مستوردة وفرش بنعرفها ازاي من الجزار المضمون اللي انا بشتري منه طبعاً تعمها ما بيقاش زي تعم اللحمة البلدي اطلاقا جميل فانا بشتري من عند حد معين لو انا لقيت التست بتاع اللحمة بتاعه تغير او مش دا اللي انا اخد عليه من زمن باكله من عنده يبقى هو كده خلاص غير يبقى هو اشتغل في المستوردة المستوردة دا مش اللحمة المجمدة دي عجول دي عجول حية بتيجي هنا مصر وبتدبح عادي في المدابح وما فيش اي مشكلة تحت اشراف التب البتريوف مبع وفي كل حاجة جميل طب هي تفرق ايه عن اللحمة البلدي بتاعتنا تفرق ايه تفرق طبعا في الطعم في الشكل اللحمة نفسها ويا متعلقة دايما تلاقي اللحمة المستوردة دي لحمتها كتير طب انا معلش انا انا كموشيء انا دلوقتي انا مش هبقى بظللك جزار معاك انا راجل دلوقتي انا انا عميل عادي ازاي عرف انا دلوقتي ازاي اللحمة دي ازا كانت بلدي ولا ازا كانت مستوردة ما هو كل وقت خط محمر كل وقت خط محمر لون اللحمة نفسه على طول تمال تلاقي اللحمة المستوردة لونها فاتح اللحمة المستوردة لون اللحمة نفسها فاتح جميل اللحم البلدي بتاعنا لازم تلاقيه غامق شوية مد على حمار شوية تبدا من ايه عبدالله ده من العرفة بتاعتنا طبعا يبقى نقول للسادة المشاهدين عشان فيه ناس دلوقتي برضو احنا يعني كنا الاول بنلوم خدوا اختاروا اللحمة اللونها وردي فالناس كلها بتحب اللحمة اللونها الوردي دي فالناس مش عارفة ان اللحمة اللونها وردي او دي خالص دي كده هي بتجي بتبقى حسب العلفة اللي الحيوان وكالها فكل اللحوم اللي هي المستوردة اللي هي البرازيلي او الوشتاين او الانجوس او الاسماء اللي انت قلتها دي كلها بيبقى اللون بتاعها فاتح قوي بيجي العميل بيشوف بيختار بعينيه هو بيشوف اللحمة بيشوف اللحمة شكلها حلو جميل فبيقول لك أنا عايز من دي وممكن يجي بقى ياخد عجل لحمة بلدي يلاقي لون غمق شوية لو غمق شوية يقول لك لا ما يعرفش ان اللحمة اللي هو اللون الكابدة شوية طبعا مش الكبان 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 مش مسود اه مش مسود ان ده حسب العلفة العلفة البلدي بتاعتنا الطبيعة طب ايه اللي بيخلي العلفة كويسة اللي بتخلي العجل يأكل كويس ويبقى لحمته كويسة وطعمه كويس وبيخليها لونها اللحم كبير اللي هي العلفة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها اللي هو طبعا التبن مع الرضة مع الكزب مع الشيشة اللي هي العادية البلدي بتاعتنا يبقى الفول من الحاجات دي مع العلفة دي هي اللي بتخلي لون اللحمة ميدي الكبان شوية طب احنا دوقتي فيه مرات برضو بتناس بتلاقي اللحمة بتشوف اللحمة متعلقة كده بتقولك بتلاقي الدهنة بتاعتها لونها أصفر مسفر ففيه ناس بتشمائز من السفارة ده لو حبينا نوصل للناس برضو نوصل للسادة المشاهدين برضو يعني ليه اللحمة دي صفرة اللي هي الدهن بتاع اللي هو الغشاء اللي هو على اللحمة ده كده بيبقى أصفر الصفار ده بيبقى من ايه هو لو عجل بلدي دكر ولونه مسفر دي لحمته أطعم بكتير من اللونه مش مسفر اللونه مسفر ده الغاب في العلف جلد الشيشة برحته خلاص بقى داسي بقى لحمته مسكرة يبقى برضو عشان برضو كل الحاجات دي احنا برضو عايزين نوصل للسادة المشاهدين هي في الناس الوقت اللي شايفانا دلوقتي هي مش عارفة الكلام اللي احنا بقوله ده كده بس احنا عايزين نوصلها يعني نوصلها للسادة المشاهدين نشرحها لهم نعرفهم مثلا ان برضو لما يكون فيه دهن أصفر ده كده ممكن تبقى واكلة الدرة الدرة الصفرة والعلف البرسين والخضار غير العلف اللي هو بيجي جاهز اللي هو بيجي بتطحن ده بيتركب اللي هي تركيبت العلف دي كده ده اللي هو بيجي لغشاة بتاع اللحم بأبيض أما الواكلة علف اللي هو باكلة خضروات مثلا في الصعيد أو في مراطق معينة دي أطعم لحمة عم لكن اللي هو بيأكلوا و بيأكلوا على علف طبيعي بس فيه أصفر لو عجل ضكر وأصفر ده تمام وأطعم لحمة وكل حاجة في أصفر تاني سعب بتبقى بقر حاجات كبيرة لحمة كبيرة يعني ما تنفعش طب أنا دلوقتي أنا أعرف إزاي أنا كمسورة هتعرفها من وهي اللحمة متعلقة اللحمة متعلقة طب أنا برضو اللحمة متعلقة عايزة أفرق من البقرة كلها لحمة لما بتتدبح في المدبح طبعا البقرة بيتدبحش في المدبح بيتدبح في المدبح أنا هفرقها إزاي العجل الكندوز الصوار بيبقى الخطم بتاعه دائري جميل وعلى طول تلاقي الخطم مكتوب عليه به كوف يعني بقر صغير مش البقرة أو الحاجات الكبيرة دي بتبقى مربعة مش مدورة الخطم بتاعها مربعة مش مدورة طيب يبقى إحنا برضو عايزين ناخدها واحدة واحدة يبقى أنا برضو كأنا كعميل دلوقتي عشان أخش على اللحمة لازم أبص على الخطم بتاع اللحمة بالزبط اللقيت الخطم دائري أحمر أحمر ودائري ومكتوب كده فيه طبعا بس ما فيش حد بيقرأ الكلام ده برضو يا عبدالله يبقى أنا برضو هركز على الخطم بس لأن مرات دايرة أو مربع الدايرة اللي هو البقر الصغير اللي هو لحمة العجل يبقى أنا لو دخلت عند الجزار لقيت الخطم دائري يبقى أنا دا عارف إن دا إيه دا لحم بقر صغير بزر لقيته مسلس أو مربع يبقى دا لحم كبير لحم كبير بس إيه برضو واخد شكل اللحمة العادي بتاعك بزر كلها حيوانات بزر يبقى أنا برضو إحنا عايزين نوصل لسال مشاهدين لأن الناس بتعرف اللحوم فيه أنواع كتير فيه البقر وفيه الجاموسي وفيه الجمال وفيه اللحم البقر بتاعنا اللحم البقر بقى زي ما أنت قلت اللحم البلدي العجول البلدي بتاعتنا اللي هي مولودة في مصر هنا وغير طبعا وفيه عجول تاني اللي هي بتتستورد من برة وبتيجي هنا زغيرة مثلا وبتتعالف هنا فالناس برضو عايزة تعرف الناس عايزة تفرق عايزة هو ما يعرفش ما احنا قلنا هنفرق العجل اللي جاي مستورد من برا هو العجل البلدي اللي عندنا هنا اللي اتنين بتختموا نفس الخط اللي هو اللي أحمر المدور بمفرقهم ازاي حضرتك لو مش جزار هتفرقهم ازاي لحمة العجل المستورد تملت لقاها فتحة وعلى طول بتنزل ميا دم اللحمة نفسها بتنزل في مياه دم العجل البقري بتاعنا البلدي لازم تلاقي لحمته مش فتحة محمرة شوية وما تلاقيهاش بتنزل ميا يبقى نقول مثلا لما أنا كأخش أنا كجزار أخش عند أي جزار كده ولاقي عرض اللحمة في التلاجات وحط اللحمة في سرافيز زي ما احنا مثلا بنشوف كده ولاقي في السرافيز كده فيه دم كتير نازل بيبقى فيه دم الاخمر ده مثلا لا الامير يبقى دي أعرف أن دي لحمة مستوردة على طول يبقى دي برضو معلومة نقول لأستاذ المشاهدين إن أنا لو دخلت عند جزار ولقيت في السرافيز كده لقيت اللحمة محتوطة وحوالين الصينية فيه دم كتير يبقى أعرف إن اللحوم دي دي لحوم مستوردة بس محطوطة في التلاجات لكن لو جيت لقيت اللحمة هي جلسة اللحمة البلد بتاعتنا كده مجرد بس يا معرقة بس لكن فيه ميا كتير دي برضو أعرف إن دي لحمة مستوردة تمها برضو الكبدة برضو يا عبدالله برضو عايزين نقول للناس برضو نعرفهم برضو نفرهم بين الكبدة البلدي والكبدة المستوردة الناس النهاردة كلها بتدور على حتة الكبدة عشان الأنيميا بتدور عليها غالية وهو العجل كل أول عن آخر هو مفوش العجل فيه حوالي الكبدات تبقى كم تقولي عبدالله مثلا كده الكبدات بتاعت العجل كله تبقى حوالي 5 كيلو 6 كيلو يقفل التريفون يا عبدالله معلش ناسك تبقفله خالص طب يا عبدالله الكبدات كم كيلو 5 كيلو 6 كيلو بتاعت العجل البقى طيب أنا لما يخش عند جزار ألاقي كل مطلوب كبدة هلاقي الكبدة طيب أنا برضو كعمل أعايز أفرق ما بين الكبدة البلدي والكبدة المستوردة الكبدة البلدي والكبدة المستوردة مبدئا كده الكبدة البلدي بتاعتنا دايما لازم تلاقيها فرش ميش ولما تقطع الكبدة نفسها تلاقي دم فيها مش بتنزل المية مش دم عامل زي المية مش تلاقيها ساعة بزيادة ما تلاقيهاش مهرية الكبدة البلدي الفرش بتاعتنا ما تبقاش مهرية الكبدة طبعا للناس اللي بتجيب كبدة مستوردة والكلام ده كله لازم من التجميد وكلام ده تلاقيها مهرية من جوه وعلى طول بتنزل فماية برضا أنا برضو لما أجا فرق ما بين الكبد يعني أنا عشان الكبد غالية والناس كلها بتدور عليها كل الناس بتدور على الكبد ومش لاقيها لأن هي الكبد أصلا يعني هو زي ما أنت قلت إن العجل فيه كله الكبدية من خمسة كيلو لسبعة كيلو طبعا زائد فيها القلب والكلو بتاعتها يعني هتلاقي الكبدية كلها معبارة عن ثلاثة أربعة كيلو في العجل كامل يبقى الجزار لو هو دبع عجلي واحد في اليوم عنده خمسة كيلو كاب دا لكن لما أنا أروح مثلا أبعا تاخد اثنين كيلو كاب دا ولا أحد تاني اثنين كيلو كاب دا تلاتة كيلو كاب طبعا أنا برضو يبقى أنا برضو عايز أدي معلومة للسادة المشاهدين برضو يبقى أنا عارف الكبداية عايز أشرحها لهم أكتر لأن الكبد غالية والكبد حاجة عزيزة شوية عشان هي جزء قليل من العجل والناس بتدور على الفايدة بتاعتها عشان الأنيميا وكده والناس حباها فأنا عايز برضو أوضح للناس بطريقة أفضل عايز أطمنهم يعرف إذا كان الكبدا دي بلدي ولا مستوردة طبعا في مثل كبدا لونها غامق وكبدا لونها فاتح ألاقي كبدا لون أحد محظوظة في السرفيس كده وشايف السرفيس الكبداية وحواليها كلها دم طبعا أنا شايف لون أحمر بس أنا مش عارفه ده دم ولا مش دم طب الكبداية البلدي الكبداية البلدي مش هتعمل كمية دم مش هتعمل كمية دمية هي محتفظة بالدم بتاعها اللي فيها اللي وإنت بتقطع تلاقيها جوسي كده معاك طيب أنا برضو ممكن أوضحها للسر المشاهدين أقول إن الكبداية أعرفها زكاد الكبداية بلدي ولا مستوردة إزاي وأنا بقطعها هلقي الدم بتاعها بيطلع من داخل الكبدا نفسها من جوة الكبدا نفسها وهتلاقي الكبدا مش مهرية هلقي كبدا مش مهرية هتتهري من إيه على طول الكبدا المستوردة تلاقيها مهرية من التجميد ومن المية ومن التلج لما بتتجمد وتتفك بتتهري النسائج بتاعتها بتتهري من جه فاتقطها تلاقي مش مظبوطة معك مش مظبوطة معك أنا برضو حتى يعني برضو ليه بتلاقي فيها المية دي بتبقى انها جاية من برة جاية من كتر التلج اللي فيها فطبعا بتيجي انت تفكها طبعا لانت مش هينفع تيباحها لحم بتجمدها بتحطها في السيرفيز بتلاقي حوالين السلسينية كلها اللي انت حاطت فيها الكبدة بتاعتك دي كلها دم وهتلاقي الدم اللون الغامق قوي لان هو دي مية مش دم دي مية ونزلة من الكبدة مكان التجميد اما الكبدة البلدي وانا بقطعها كده هلاقي اللون اللي هو الجميل اللون الغامق الشوية والكبدة تبقى جلسة ما تبقى شمهرية وفواصل الكبدة من جوة فيه زي عروق كده في الكبدة برضو الناس بعرفهم بلاقي بوربقات عالكبدة كده بلاقي زي معرقة معايا دم بس الدم اللي هو دم طبيعي مش مية حمرة بالزر يبقى برضو للسادة المشاهدين لما يروح عند اي جزار يبص للكبدة الكبدة اللي لها مهرية ما ياخدهاش اللي لها حوالين استرفيس كده كلها مية حمرة فيه فرق بين المية الحمرة والدم والدم بس طبعا يعني عايزي نقول لي الناس تركز تركز لو جابلك لو دخل عند اي جزار ولقى الكبدة في استرفيس ومليانة كده دم بس الدم بتاعها اللي هو مية بس اغمقت ده هي دي تلج المية دي بكت في الصناعة بتاعتها معا منزلش والدم من الكبدة مع التجميد معا كده عملتلي دم كابي اما الكبدة البلدي هلاقيها جلسة هدوس عليها كده هلاقي الكبدة بتاعتها ممكن هلاقيها جلسة مسكة نفسها كويس مسكة نفسها وهلاقي في الفوق وانا بقى اطحها كده هلا بتعرق معايا دم بس دم مش مية طيب انت اسعار اللحوم عندك يا عبدالله طيب ولا انت يعني والله اسعار اللحوم هو احنا دلوقتي بمناسبة شهر رمضان اسعار اللحوم في ارتفاع كل يوم في ارتفاع كل يوم في ارتفاع جميل طب احنا برضو اللي انا اعرفه وطبعا ده انا معاك طبعا احنا بنوصل السادس مشاهدين يا رسالة انها برضو بنحاول نوفر على الناس برضو بنحاول نعمل لهم عروض ونعمل لهم طبعا بنعمل لهم حاجات وبردو محلك في الشيخ زيط طبعا طبعا طبدي دي برضو بشرة للسادس مشاهدين برضو اهالي اكتوبر واهالي حدايا الاهرام وحايا الاشجار والفردوس ان فيه فرع حيتفتح برضو في حدايا الاهرام كمان 15 يوم ان شاء الله في حدايا الاهرام حدايا الاهرام طب الاسعار عندك بتتروح من ايه الاسعار بتجي عن ايه احنا الاسعار عندنا بتتروح من اول مية وعشرين جنيه لحد اقصى حاجة عندنا اللي هو بيبقى كيلو البفتيك اللحم الاحمر صافي كيلو الف جرام ده بمية وستين جنيه ليه بمية وستين جنيه انا بديهولك احمر صافي بديك الكيلو الف جرام ما بخصمش منك ترويق ما بخصمش منك اي حاجة يعني ابيوزلك الكيلو البفتيك كيلو البفتيك احنا برضو عايزين ليه فيه فرق كيلو لحمة بمية وعشرين ونسمع برضو فيه كيلو لحمة تاني بمية وربعين ومية وخمسين ومية وستين ومية وسبعين العجل فيه قطعيات جميل انا ببتدي من 120 جنيه اللي هو السن اللي هو الدلوع دي حتة لحمة نعمة جدا طبعا بس ملبسة شوية دي اللي هي بتنفع للحمة الخضر والكلام ده بعد كده عندي 140 جنيه عندي موزة عندي انتركوت بموزة عندي مكعبات لحمة حمرة بموزة جميل بعد كده بنتكلم 160 جنيه ده بيبقى احمر صوفي احنا برضو ممكن نقول السادة المشاهدين برضو انت لما تخش عند الجزار مفيش حاجة اسمها كيلو اللحمة بكام فيها حاجة اسمها القطعة دي بكام القطعة دي بكام زي ما انا عندي طب احنا لو حبينا مثلا نشرح العجل مثلا نقول مكونات العجل لو بدنا من الفقدة لحد الرقبة تحت ممكن تقول لنا مسميات القطعيات عشان برضو الناس بقى عارفها ممكن انا بنشرحها حتى لو الوقت هيسامها نشرح كل قطعة بتتعامل ايه ما كانش كده ان شاء الله في حلقات تانية نجيب كل قطعة ونفصلانهم قدامهم بس طبعا الوقت مش هيسمح فانت لو فصلنا العجل كله كده من اول والاخر من بداية الفقدة مثلا كده الفقدة بتبتدي من اول حاجة من الموزة ايوا بعد كده فرخة موزة ايوا بعد كده عرق تربيانكو ايوا ضهر فقدة يميل سمانة ووش فقدة انا عم حاجة تحت خالص كولاتة الكولاتة دي عاملة شغل عالي قوي اه طبعا طب الناس كلها عارفة الكولاتة دي لو نالو الكولاتة دي اصلا هي بتبقى فين في العجل يعني مثلا انا كعميل دلوقتي انا معرفش الكولاتة الكولاتة دي اخر الظهر من تحت قبل العكوة اللي هو الديل اه يعني الكولاتة فوق الانتركوتة على طول اه اللي هي مسك فيها الديل العكوة طيب طيب عماتين عبدالله انت نورت برنامج مطبخ على الهوى بلوك حاجة بنقول للسلام مشاهدين كل سواء طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة